أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين يتجدد اللقاء في قبل الجرس وفي ملفنا الرئيسي اليوم التداعيات والانعكاسات الاقتصادية على الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ومؤشر الخوف الذي بلغ مستويات الستة عشر في المئة في مختلف الأسواق الدولية ترفق في الحلقة عن صلاح والزميلة سينتيا صباح الخير صباح الخير صلاح ولكل المشاهدين إلى جانب احتدام التوترات الجيوسياسية أيضا سنتحدث اليوم عن استمرار الإضراب في الموانئ تحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية وتأثير ذلك على أزمة سلاسل التوريد نتابع ونبدأ بالخبر الأول وتحديدا من إيران التي أطلقت موجة من الصواريخ استهدفت عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية وطبعا يعني صلاح يأتي ذلك اليوم ردا على اختيال أمين عم حزب الله حسن نصر الله في لبنان يبدو فعلا أن رقعة الحرب بدأت تتوسع أكثر وأكثر طبعا هو ما كان السياسيين وحتى الاقتصاديين يحذرون منه بشكل كبير وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لوقف امتداد هذا الصراع بشكل كبير لخطورته وانعكستها السلبية بشكل عام لكن مما نشير إليه كذلك إلى التدعيات الاقتصادية التي كانت مساء أمس بالنسبة لمختلف الأسواق نتحدث عن مؤشر الخوف الذي ارتفع في الأسواق الدولية تقريبا لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى مستويات الستة عشر في المئة من استفاد بشكل كبير هي أسهم التسليح الذهب والنفط في حين قطعة أخرى تأثرت بشكل كبير صحيح صلاح وأيضا على وقع ذلك نذكر أن وكالة S&P قامت بخفض التصنيف السيادي لإسرائيل من A+. وذلك بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية واعتبرت حتى أن التوقعات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل يمكن أن يسجل صفر بالمئة يعني عند النطاق الصفري بالعام 2024 وحتى خفضت التوقعات للعام المقبل خاصة أن تزيد الإنفقات العسكرية وهذا يكبد الميزانية الكثير من الخسائر حتى الشكل الإسرائيلي شهدناه تراجع أمس بـ 21 النقطة المئوية على خلفية هذا الصراع البيتكوين كذلك بعد لحظات القصف الصاروخي فقد نحو الألف وسبعمائة دولار حتى عملة الإثر تراجعت بأربعة في المئة وبالتالي الخسائر كانت جماعية باستثناء أسهم قطاع الأسلحة الذي استفاد بشكل كبير خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ومع دعوة طبعا الرئيس بايدن إلى مساعدة القوات الأمريكية في المنطقة لأي هجوم جديد ربما على إسرائيل هو ما دفع بالارتفاع يعني اليوم من بين هذه الأسلحة نتحدث عن لوكهيد يعني هذه شركة أسلحة كبيرة ارتفع سهمها بشكل كبير بجلسة أمس وأيضا كما ذكرت صلاح اليوم كان هناك تنديد من وزارة الدفاع الأمريكية حول ما حصل بإسرائيل وقالت حتى أن الهجمات التي أطلقتها إيران إلى إسرائيل هي غير فعالة نعم وبالتالي نشير فقط كذلك إلى الأجواء المباشرة التي تخص بداية الغطاء الجوي في لبنان وكذلك جزء كبير من إسرائيل أين علقت عدد من الرحلات بالنسبة لخطوط الطيران العالمية كما في لبنان نعرف أن هذا الأمر كان من مدة ولكن حتى بالنسبة للرحلات المتوجهة للمطارات الإسرائيلية هناك عدد من الشركات علق من تلك الرحلات في الصورة كذلك صور الخاصة بالقصف وذلك في يوم أمس بينما الصورة الأخرى والتي تخص البث المباشر من العاصمة اللبنانية بيروت والتي تظهر كذلك استمرار القصف الإسرائيلي على بيروت وأثار الدخان من أحد المباني واضحة بشكل كبير وبالتالي اليوم سوف نواصل هذه التغطية المباشرة للإنعكاسات بشكل كبير لكن كيف كانت الحركة الفعلية لمختلف الأسواق الدولية وخاصة النفط الذي يبدو أنه المستفيد الأكبر صحيح المكاسب كانت قوية على الخمات وسنتعرف على المزيد من تحركات السلع في هذه الجولة إذن بعد استهداف إيران إسرائيل بمائتين صاروخ كانت تردد فعل الأسواق بارتفاعات حادة على النفط إلى جانب أيضا المكاسب على الذهب نبدأ تحديدا مع الخمات نلاحظ أن خام برينت الارتفاعات بحوالي 1.6% سعر البرميل أصبح عند الـ 74 دولار حتى بالنسبة للخام الأمريكي نلاحظ أن سعر البرميل تجاوز الـ 70 دولار بالوقت الحالي عند الـ 71 دولار والارتفاعات بحوالي 1.8% يأتي ذلك اليوم مع تفاقم المخاوف بتعطيل الإمدادات خاصة في إيران وهي من أكبر المنتجين للنفط إلى جانب ذلك أيضا إذا أيضا ألقينا نظرة على المعادن نلاحظ أنه صحيح هناك تراجعات بحوالي 15 نقطة مئوية على الذهب ولكن شهد طبعا ارتفاعات أيضا بعد استهداف إيران لإسرائيل نذكر أن الأنصة ما زالت تحافظ على مستوياتها 2650 دولار تقريبا في الوقت الحالي هذه المستويات قياسية يعني شهدناها منذ حوالي الأسبوعين دائما الذهب هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات إلى جانب ذلك نلاحظ البلاتين في اللون الأخضر أنه حاس على ارتفاعات بحوالي 10 نقطة مئوية وأيضا الفضة على بعض التراجعات بأكثر من 1 في المئة ولكن سعر الأنصة ما زال عند حوالي 31 دولار هذا كان فيما يتعلق بالمعادن ماذا عن سلة العملات إذا ألقينا نظرة على الدولار بالوقت الحالي هو يعني على بعض الاستقرار ولكن شهد ارتفاعات بحوالي 15 نقطة مئوية أمس بعد احتدام التوترات الجيوسياسية نذكر أيضا أنه سجل على وطرة ارتفاع يومية في شهر بالنسبة للدولار مقابل أليان أيضا على بعض الاستقرار الدولار الأسترالي مقابل الدولار أيضا تراجعات هامشية واليورو مقابل الدولار أيضا على تراجعات بأقل من 10 النقطة المئوية هذا كان فيما يتعلق بالعملات ماذا عن المؤشرات الأسوية نلاحظ بهذه الأثناء أن نيكي توتو فايف تراجعات بحوالي 2 في المئة يأتي ذلك اليوم حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان خاصة بعد فوز رئيس الوزراء الياباني إشيبابي الولاية الجديدة هو فعلا قال أنه مرن بالسياسة النقدية ولكن ملامح لم يتم تحديدها بشكل كبير الكسبة الكوري أيضا على تراجعات بحوالي 18 النقطة المئوية إذن هذا كان فيما يتعلق بالمؤشرات الأسوية إن كنا أيضا ألقينا نظرة بهذه الأثناء نلقي نظرة على المؤشرات أو العقود الآجلة الأمريكية نلاحظ جميعها في النطاق الأحمر تراجعات بحوالي 20 نقطة المئوية على الأساند في النصدق أيضا على تراجعات والداون جونز أيضا تراجعات بحوالي 20 النقطة المئوية نذكر أيضا أمس على وقع احتدام التوترات الجيوسياسية ارتفع مؤشر الخوف بنسبة 15% تقريبا لأعلى مستوياته في أسبوعين إذن هذه كانت نظرتنا على جميع المؤشرات والذهب والخماد خلال جلسة اليوم إلى ملفاتنا تحت المجهر عربائي عربيا نبدأها من أبوظبي حيث أظهرت تقديرات مركز الإحصاء بأبوظبي أن الإمارة سجلت نموا بواقع 24 النقطة المئوية وذلك بأرقام الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية القطاع غير النفطي حقق مكسب تقريبا بـ 6% أو نمو بـ 6% في الربع الثاني وهو يعزز حقيقة مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام التي تراهن دائما على قطاعات غير نفطية وغير تقليدية لتحقيق معدلة نمو صحيح صلاح وإذا القينا نظرة أيضا على الأنشطة غير النفطية تحديدا بالربع الأول من العام الحالي أيضا كانت على ارتفاعات بأكثر من 4% يعني النصف الأول من العام الحالي نلاحظ كان هناك نمو اقتصادي في أبوظبي والصناعات التحويلية إضافة أيضا إلى جميع القطاعات الأخرى من بينها السياحة كانت على ارتفاعات وأدت إلى هذا النمو وحتى التقديرات بالنسبة للنتج المحلي الإجمالي لأمارات أبوظبي يبدو أنه سوف يصل إلى مستويات قياسية عند ال297 مليار درهم لكن بالعودة هذه المرة إلى الملف الليبي حيث تستعد ليبيا لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ نهاية شهر أغسطس يبدو أنه تم الوصول أخيرا إلى اتفاق يخص المشاكل التي كانت تحول دون إنتاج النفط بشكل كبير طبعا هي مشكلة مصرف ليبيا المركزي بالفعل يعني وعلى أثر ذلك تم الاتفاق تحديدا بالتعاون حتى مع الأمم المتحدة على تعيين هذه المرة ناجم حمد عيسى بالقاسم محافظ مؤقت للبنك المركزي هذا فيزيد طبعا من إنتاج النفط في ليبيا يعني نذكر بهذا الإطار أنه الإنتاج كان قد توقف إلى أكثر من النصف بنهاية أغسطس وأيضا إذا نظرنا إلى شهر سبتمبر نذكر أن الصادرات ليبيا تراجعت إلى حوالي أربعمائة ألف برميل يوميا وبالتالي من المتوقع أن ذلك سيزيد من الإمدادات مرة جديدة لأنفط وسنرى أيضا كيف سيؤثر على تراجعات الأسعار بالفترة المقبلة بالشكل كبير حتى بالنسبة للقراءة والبيانات العامة لأسعار النفط هي تؤكد على ضرورة عودة ضخء النفط الليبي لتتحدد مسارات الأسعار بشكل عام لكن هذه المرة إلى الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أثر إضراب عمال الموانئ بالسحل الشرقي في أمريكا بشكل كبير على سلسلة توريد أدوية إنقاص الوزن طبعا هذا الإضراب أثر على كثير من القطاعات لكن بالتحديد ربما قطاع أدوية إنقاص الوزن يبدو أن الطلب عليها كان كبيرا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية والأرقام تشير إلى تراجعات كبيرة في هذه السلسلة بالفعل من المعروف صلاح أن الأمريكيين يعانون من السمنة الزائدة وهذه إحصاءات ودراسات قمت بها العديد من المؤسسات والشركات نذكر بهذا الإطار أن هذا الإضراب يمتد على 36 ميناء وبالتالي اليوم العديد من المواد هي مستوردة تحديدا من الهند وأوروبا لصناعة هذه الأدوية واليوم طبعا يمكن أن تتعطل بسبب هذا الإضراب الذي يمكن صلاح أن يمتد على مدار أيام عديدة يعني أكثر من أشهر أيضا وإضراب هو الأكبر منذ العام 1971 لذلك تدخل رئيس بايدن بشكل مباشر وطالب بغرورة السماع للمطالب الخاصة بهؤلاء العمال من أجل إيقاف الإضراب الذي يؤثر على سلسل الإمداد والتوريد بشكل كبير ويبقى الحل الوحيد هو الوصول إلى المستهدفات من خلال الرفع من المميزات الاجتماعية بشكل عام لكن من أمريكا إلى فرنسا يبدو أن هناك حالة من النظرة الإيجابية أو على الأقل إرجاء الوصول إلى خفضة الميزانية لسنة أخرى صحيح يعني هذه المحاولات فعلا تعمل فرنسا عليها خاصة أنه اليوم نذكر بهذا الإطار فعلا هي كانت اخترقت قواعد الاتحاد الأوروبي العجز فيها كان أكثر من المتوقع وحتى نذكر أنه رفعت عجزها من 4.4% إلى 6% بالنسبة للعام 2024 لذلك أرجى رئيس الوزراء الفرنسي الموعد المستهدف لخفض عجز الموازنة إلى مستوى الثلاثة في المئة من إجمال الناتج المحلي وذلك بحلول 2029 وليس 2027 نشير فقط إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تبين أن أولمبياد باريس يبدو أنها أنقضت الاقتصاد الفرنسي ولكن بشكل مؤقد حيث تظهر البيانات عدم تباطئ الاقتصاد في الربع الثالث وتوقعات بالنمو بأربعة عشر النقطة المئوية لكن إلى الملف الأخير ضمنها تحت المجهر واحد من المشاكل ولكن يثير حقيقة ليس ما بين الإعجاب والاستغراب هو هذا جيل زاد خاصة في الصين بالفعل يبدو أن هذا الجيل يسبب بظاهرة أنا أعتبرها ظاهرة غريبة في الصين خاصة أن فئة الشباب صلاح هذه المرة تلجأ إلى التقاعد في أريف نحن نعرف أن التقاعد هو يستهدف فئة الكبار بالعمر ولكن هذه المرة استهدفت تحديدا فئة الشباب وذلك بسبب ارتفاع البطالة وحديث هؤلاء الشباب عبر منصة تيك توك وكذلك منصات أخرى يصورون العديد من الفيديوهات المباشرة وأنهم يستمتعون في الحياة بالغابات وكذلك المناطق الجبلية حيث يقوم جيل زاد والألفية في الصين بشكل متزايد بتوثيق حياتهم اليومية الريفية التقاعدية على وسائل التواصل الاجتماعي لكن حقيقة يبقى مستغرب وبالنسبة طبعا لعديد من البيانات والقراءات الرسمية الثروة الهائلة التي يكونها هذا الجيل وفي ظرف مدة قياسية جدا بالفعل ربما يعود السبب اليوم إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها تيك توك من معروف أن هذا التطبيق ببعض الأحيان فعلا يجني الأموال ولكن حتى إن لم تكن بطرق شرعية يمكن أن تكون أحدى الوسائل اليوم التي تساعد هؤلاء الشباب أنهم عطلين عن العمل ولكنهم يستمتعون بعطلاتهم بالريف لذلك دائما بعض الدول أو الحكومات تحاول ليس التضييق ولكن المراقبة على التحويلات المالية الضخمة التي تأتي لهذا الجيل من خلال عائدات وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدنا مستمرون معكم في قبل الجرس وبعد الفاصل أوامر ما قبل الافتتاح بمختلف الأسواق الخليجية إلى غرفة الأخبار والزميلة رولا ترونة لتطلعنا على أبرز ملفات بوصلاتنا لنهار اليوم صباح الخير رولا مؤشر الخوف بالأسواق الدولية بلغ مستويات قياسية ما يزيد عن الخمسة عشر في المئة كذلك ما المتوقع من ردة فعل الأسواق العربية والخليجية أو الأسواق بشكل عام في تدولات اليوم أهلا صلاح وسينتيا اليوم طبعا الأسواق ستتحرك على وقع التصعيد الأخير من الجانب الإيراني إلى إسرائيل ونتنياهو يتعهد بالرد على إطلاق مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل مؤشر الخوف أو فيكسيق يقفز لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بخمسة عشرة في المئة وبرينت يتجاوز مستويات الأربعة وسبعين دولارا للبرميل سنتابع اليوم مع ارتفاع احتمالات أن يطول أماد الصراع وتأثيره على زيادة العجز المالي S&P تخفض التصنيف الاعتمالية لإسرائيل إلى A من A بلس مع نظرة مستقبلية سلبية وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تبرم صفقة لشراء شركة كوفسترول ألمانية لصناعة الكيمويات وتقديرات أولية لمركز الإحصاء بأبوظبي تظهر نمو اقتصاد العاصمة الإماراتية بنسبة 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 6% على أساس سنوي سنبقي عيوننا اليوم على مشهد تدولات الأسواق العربية والعالمية على خلفيات التصعيد في المنطقة وعود لكم من جديد سنتيا وصلاح نعم رولا شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل صحيح أن احتدام التوترات الجيوسياسية أثر على تراجعات العديد من الأسهم ولكن سهم لوكهيد مارتن ارتفع بأكثر من 3.5% في جلسة أمس الأسباب وراء ذلك يطلعنا عليها صلاحي عن اليوم ما هي العوامل التي أثرت على هذه المكاسب؟ طبعا الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وكذلك دعوة الرئيس الأمريكي بايدن للقوات في الشرق الأوسط الأمريكية طبعا لمساعدة إسرائيل في رد أي من هذا الهجوم الذهب والنفط نعم استفد لكن المستفيد الأكبر هو قطاع صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة نتابع التفاصيل إذن سهم اليوم هو سهم لوكهيد مارتن الذي أنهى التعاملات على ارتفاعات قياسية بـ 3.16 النقطة المئوية والشركة أضافت إلى رصيد قيمتها السوقية 5 مليارات دولار في يوم واحد أغلب شركات قطاع صناعة الأسلحة في السوق الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية استفدت بشكل كبير في تعاملات الجلسة الماضية على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل ولكن كذلك على خلفية دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن للقوات الأمريكية في المنطقة لمساعدة إسرائيل احتمال أي تصعيد آخر وإلى أوامر ما قبل الجرس طبعا أمس شهدنا مكاسب على بعض المؤشرات الخليجية ولكن أيضا العديد منها شهد التراجعات ماذا عن افتتاحية جلسة اليوم؟ ننتقل إلى شبكة المراسلين معنا كريم مسعد من سوق دبي المالي ومعمر عواد من بورصة قطر نبدأ معك معمر أمس لاحظنا مؤشر بورصة قطر أغلق على المكاسب ولكن اليوم بعد تجدد واحتدام التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل تحديدا هل سيؤثر ذلك على جلسة وتحركات أداء اليوم؟ يعني بالملاحظة وبالتجربة وسط جلسات المكاسب التي كانت فيها الأمور تتصعد المؤشر القطري كان يتعطى مع أساسيات ربما لا يعطي بالا لما يجري السوق القطري كان الثاني أفضل أداء في شهر سبتمبر الماضي أعتقد بأنه سوف يستمر في رحلة الصعود وبالتالي على ما يبدو بأن العامل المتعلقة بأساسيات السوقية تفرض نفسها ببيئة المجمل الرئيس الإيراني طبعا سوف يحل ضيفا على الدوحة اليوم في ظل هذه الظروف السياسية والعسكرية والأمنية فبالتالي إلى حد كبير يبدو بأن السوق إلى حد كبير سوف يتعاطى مع أساسياته وبالتالي يبقى العامل الخارجي المتمثل بالتطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة في إطار ما هو متوقع بالنسبة للأسواق لذلك تقديراتنا بأن السوق اليوم وأن جرع عليه عملية جين أرباح فأعتقد بأنه سوف يستمر في رحلة الصعود وربما يتقى بمستوى 10700 نقطة من جديد شكرا معمر بعد التحية لك ولكريم من سوق دبي المالي كريم هل نفس الوضع قد ينطبق على المؤشرات الإماراتية بالتعاطي مع أساسيات السوقين وكذلك مختلف الأخبار أم أن للعامل الجيوسياسي كذلك تأثير على الأقل من الناحية النفسية للمستثمرين صباح خير صلاح سنتيا وكذلك معمر والسدى المشاهدين نحن نراقب اليوم في أسواق الإمارات أصلا عمليات تراجع بدأت من الأمس بلا شك الأسواق الإماراتية سواء في دبي أو في أبوظابي أنهت الربع الثالث على مكاسب كبيرة ربما كانت الأفضل أداء بين أسواق الخليج لسي مسوق دبي فبلا شك عمليات جني الأرباح التي تحدث ما بعد مستويات 4500 نقطة بالنسبة لمؤشر دبي قد تبدو منطقية وصحية الأمر نفسه بالنسبة لأبوظابي ولكن بشكل أقل ولكن لا نغفل أبدا فكرة التطورات وتوترات الجيوسياسية وتصاعد الأحداث وتوسع رقعة الصراع في المنطقة ربما يكون أمرا مهما بالنسبة للمستثمر خلال هذه الجلسة وخلال هذه الفترة إجمالا لينظر إلى أداء السوق في الوقت نفسه نراقب أن هناك أخبار إيجابية أو اتجاهات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكولي سواء لدبي أو لأبوظابي أبوظابي كما كنت تتحدث منذ قليل صلاح عن أن الاقتصاد نمى في الربع الثاني بتقديرات أولية حوالي 4.1% القطاع غير النفطي الذي تركز الإمارات على تعظيم دوره في الاقتصاد الإماراتي بالنسبة لأبوظابي خلال الربع الثاني ساهم بحوالي أو بأكثر من 55% في الاقتصاد كذلك من جهة أخرى دبي تطلق استراتيجيات لـ 2033 تستهدف مضاعفة القطاع العقاري أو مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد كذلك أيضا أن تكون دبي واحدة من ضمن خمس مدن على مستوى العالم مدن لا نقدية تتصدر هذه المدن ومساهمة أيضا زيادة مساهمة الدفع اللا نقدي في الاقتصاد كل هذه عوامل تبدو إيجابية على مستوى الاقتصاد ولكن التوترات الجو سياسية تبقى أيضا لاعبا مهما في هذه الجانسة جزيلة الشكر لك زميل كريم مسعد على كل هذه التفاصيل كنت معنا من سوق دبي المالي ولزميل معمر عواد من برصة قطر وإلى الأخبار الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي على سين بي سي عربية نبدأها تحديدا بالخبر الأول مع مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس الذي يبدو فعلا أنه يخطط للتنازل عن أكثر من 60% من ثروته وأكثر من ذلك يدعو إلى فرض مزيد من الرسوم والضرائب على أصحاب الثروات بشكل كبير لكن مثل هذه الخطوات حقيقة لديها العديد من التفسيرات خاصة أن التنازل على هذه الثروات يذهب نحو مؤسساتهم الإنسانية أو الخيرية وبالتالي منهم وإليهم وليس التبرع بشكل مباشر للاقتصاد تساؤل حول توقيت هذا القرار يمكن أيضا أن يطرح تساؤلات جديدة بهذا الشأن وننتقل إلى خبر آخر هذه المرة في مقارنة ما بين حرب 2006 بلبنان والحرب العام 2024 يعني هناك عدة فروقات اقتصادية ومن بينها القطاع المصرف يعني نذكر بالعام 2006 كان داعما للاقتصاد بالحروب والأزمات ولكن اليوم نرى أيضا أن هذا القطاع أصلا كان قد انهار بالعام 2019 طبعا على مقال فيه بعض النقاط المهمة التي تشير إلى أن اقتصاد لبنان في العام 2006 كان بنوع من الاستقرار رئيس خاص بلبنان حكومة مستقرة وبالتالي استطاعت على الأقل أن تدعم تلك الفترة لكن الوضع يختلف الآن والاقتصاد اللبناني كما نعلم كان دونها الكثير من التحديات لكن إلى الخبر الآخر على منصاتنا الأخرى هذه المرة نتحدث عن مصر التي قد تتوجه إلى الدعم النقدي وليس دعم الغذاء مما يعرف بدعم المواد الأساسية صحيح يعني هذه خطة جديدة لمصر يبدو لدعم فعلا اليوم المستهلكين الذين يعانون من أعباء كثيرة خاصة بعد أن كانت قد رفعت أسعار رغيف القبز إلى جانب أيضا أسعار الكهرباء وأيضا بطاقات المعروفة صلاح بالمترو أو القطار وملفات وأخرى يمكنكم الاطلاع عليها تفصيلا على موقعنا الإلكتروني وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن قبل الجرس وصل إلى آخر محطات وافتتاحية الأسواق العربية والخارجية تتابعونها بعد الفاصل إلى اللقاء إلى اللقاء